ما سمح بنشره هو أن هناك تحقيق جار مع أربع أشخاص حتى هذه اللحظة بعضهم من الأمن الإسرائيلي أيضا بعضهم مستشار نتنياهو الشخصي وأيضا المتحدث باسم رئاسة الوزراء وقالوا بأن المتهم الأول بهذه القضية كان قد نشر فعليا خلال الفترة الماضية بيانات باسم ديوان نتنياهو في هذه الأثناء أي أن نتنياهو يحاول التصوير بأن هناك شبهات بتسريب وثائق سرية ولكن ما نراه الآن في الإعلام بأن هناك فعليا ليس شبهات بل هي فعليا تسريب وسرقة وتزييف وثائق بما يتعلق بهذا التحقيق الجاري ليس هناك تفصيلات عن ما هي هذه الوثائق ولكن الإعلام الإسرائيلي كان قد قال بأنه هي تخص منهجية أو وثائق سرية كانت قد وجدت في قطاع غزة وجدها الجيش الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية وتم إطلاع نتنياهو فعليا عليها على هذه الوثائق وهذه الوثائق تتعلق بمنهجية عمل حماس وأيضا أن حماس ماذا تريد الآن من الحرب وماذا تسعى يعني هذه الوثائق وجدوها كما قال الإعلام الإسرائيلي في قطاع غزة وكانت بيد الجيش الإسرائيلي من جهة والاستخبارات العسكرية والاستخبارات أيضا العامة من جهة أخرى وتم إطلاع نتنياهو فعليا عليها وقالوا بأن هناك وثائق أخرى وهي تهدد الأمن الإسرائيلي أيضا تم تسريبها لإعلام غربي وليس لإعلام إسرائيلي بموجب الرقابة العسكرية وحتى الآن هناك أربع أشخاص يتم التحقيق معهم وقالوا بأنه عندما فتح هذا التحقيق منذ ثلاث أسابيع وحتى الآن كان هذا التحقيق سري ما بين الجيش الإسرائيلي وأيضا الشباك وأيضا الشرطة الإسرائيلية لأنه كان هناك شبهات ولكن الآن تعززت هذه القناعات أو هذا الاعتقاد بأنه تم تسريب هذه الوثائق وتم تزييف هذه الوثائق أو بعض هذه الوثائق لذلك الآن يتم التحقيق أو تمديد التحقيق مع هؤلاء الأشخاص طبعا البيان أو المعلومات التي سمح بنشرها أيضا نشرت اسم أحد هؤلاء المعتقلين وهو العازر فيدلشتاين الذي هو يعمل كمستشار لإنتنياهو أيضا يصدر بيانات باسم ديوان نتنياهو وهو ما نشر مؤخرا فعليا بيانات باسم ديوان نتنياهو نتنياهو يحاول الآن أن يقول بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ليسوا موظفين بمكتب نتنياهو هم فقط يعني يعملون بقسيمة راتب ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بمحيط نتنياهو أنهم يعملون معه بشكل مباشر أيضا الإعلام الإسرائيلي كان قد قال بأنه يعمل مع هؤلاء الأشخاص رغم أنهم لم ينجحوا باختبار الشباك الذي هو للتصنيف الأمني من قبل الشباك إذا ما تم أحد يريد أن يعمل في الاستخبارات أو في الأجهزة الأمنية أو حتى بدوان رئاسة الوزراء أو حتى في الجيش الإسرائيلي يجب أن يمر باختبارات وهذه الاختبارات تقرر إذا ما كان يريد أن يكمل صحيح نعم ولذلك الآن الحديث أنا قرأت أريجي نقطة أخرى في السياق أستثمر معك وقت الهواء قرأت عن إلغاء الخطوط الجوية الأمريكية لكل رحلات من وإلى إسرائيل حتى انتهاء صيف عام 2025 أولا دقيق لي هذا الخبر إن كان دقيقا أو صحيحا يا أريج كيف استقبلته إسرائيل نعم هذا الخبر صحيح يعني هذا من ضمن العشرات من شركات الطيران الذين فعليا ألقوا رحلاتهم منهم من بداية السنة القادمة ومنهم إلى منتصف السنة القادمة والآن الخطوط الأمريكية يعني هذا من ضمن الإجراءات التي يعني إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تمنعها وأن تقنع هذه الشركات ولكن هناك استشعار بأن إسرائيل تريد توسعة عملياتها العسكرية أيضا بن يمين نتنياهو يعني الآن كان قد قال اليوم بن يمين نتنياهو بأنه لن يكتفي في إبعاد حزب الله من إلى وراء الليطاني هو سوف أو الجيش الإسرائيلي سوف ينفذ عمليات لإضعاف أو القضاء على كامل قدراته العسكرية إذا ما كان يريد أن يقوي من قدراته العسكرية في المستقبل أيضا يعني يقول بأنه يريد أن ينفذ عمليات لقطع الإمدادات إمدادات حزب الله وأنبوب التنفس لحزب الله عبر الأسلحة الإيرانية التي تعبر من سوريا أي أن هذه طرق الإمدادات الجيش الإسرائيلي يحاول استهدافها واستهداف البنية التحتية أي أنه الجبهة لبنان ما تزال جارية أيضا خطة الجنرالات في قطاع غزة والعملية العسكرية في قطاع غزة ما تزال جارية حتى الآن هناك أيضا لواء أو ألوية الآن في جبهة لبنان ومن المرشح أن تزداد هذه الألوية على الرغم من أن هناك عدد من الإصابات كبير بين صفوف الجيش أيضا عدد من أوقات لكن هناك خيط جديد يا عريش الذين يعني يحاول الجيش الإسرائيلي أن يصدر عنه طيب هناك خيط جديد أو أنا تلمسته بين باقة الأخبار أن الجيش الإسرائيلي قام باختطاف متعاون قيل هكذا يعني الرواية الإسرائيلية متعاون مع الحرس الثوري الإيراني وهو سوري في مدينة درعة ويوضع علي سليمان العدسي البارحة أريج الكوماندس البحري الإسرائيلي قام باختطاف عمد أمهز وهو كان في شقة سكنية في منطقة تدعى البترون السحلية في شمال لبنان يعني ما الهدف من وراء هذه العمليات عملية الاختطاف هل ذهبوا إلى تل أبيب هل يتم التحقيق معهم ما هي الرواية الإسرائيلية على الأقل بالنسبة لعملية الإنزال في سوريا في منطقة صيدة في جنوبي سوريا وهي تقع في محافظة درعة بطبيعة الحال يقولون بأن هذا الشخص وهو علي سليمان العاصي كما قال الجيش الإسرائيلي يعني يتعاون مع إيران أو مع المخابرات الإيرانية لتصوير قواعد عسكرية إسرائيلية لذلك تمت رصده وأيضا مراقبته وأيضا اختطافه الآن اللافت هنا أن هذا الإعلان كان اليوم ولكن هذه العملية كانت خلال شهر تموز الماضي أي أنها كبيلة أشهر من الآن على الرغم من أن مثلا البيان الذي خرج عن الجيش الإسرائيلي بما يتعلق بالاختطاف في لبنان خرج ما بعد يوم واحد من هذه العملية الآن هذه العملية التي حدثت في سوريا حدثت خلال كبيلة أشهر من الآن ويقولون بأنه الشخصين أمهز من لبنان وأيضا العاصي من سوريا الآن يخضعون لتحقيق مكثف لا يزال جاريا في وحدة 504 في تل أبيب يعني نتحدث عن هذه الوحدة التي تتبع لوحدة 8200 الاستخباراتية العسكرية الآن يتم التحقيق معهم بحسب ما جاء في البيان بما يتعلق بالعاصي بأنه كان يورد معلومات لإيران لذلك الآن يتم التحقيق معه على هذا الموضوع أي أن يريد الجيش الإسرائيلي ما بعد يوم واحد من بيان اختطاف أمهز في لبنان الآن يريد أن يقول بأنه يستطيع أن ينفذ عمليات إنزال أيضا في سوريا ويستطيع بكل مكان وهو ما عبر عنه بطبيعة الحال نتنياهو يعني نتنياهو يقول نحن نستهدف جميع المناطق في لبنان ونستطيع أن نستهدف جميع المناطق في الشرق الأوسط إذا ما شكلت تهديدا يعني كان هناك تصريحات لنتنياهو بهذا الخصوص والآن يقولون بأن هناك يعني إنزال إن كان في سوريا وإن كان أيضا في لبنان عملية الاتطاف التي تبعد عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية 140 كيلو مترا طيب نقطة أخيرة معك أريج دانيال هجاري كان من ضمن باقة تصريحاته مسألة عبور طائرة المصيرة القادمة من لبنان إلى الأجواء الإسرائيلية وسقطت في وادي عارة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت ربما بنوع من التفصيل أن هذه المصيرة حلقت في الأجواء الإسرائيلية مدة طويلة لم تذكر المدة بالتحديد لكنها ليست بالأمر قصير للمدى قبل إعلان الجيش الإسرائيلي أن الأمر قد انتهى سؤالي أريج ما القصة بالضبط؟ يعني بعض المصيرات تعبر وبعض المصيرات يتم اعتراضها وبعض المصيرات تسقط وبعض المصيرات تعود أو تعاود الأدراج على الأقل هي ألا توجد لدى إسرائيل قدرة ما على التصدي لهذه المصيرات كيف لها أن تخترق طارة ولا تخترق أو لا تستطيع الاختراق طارة أخرى هل عرج دانيال هجاري على إجابة هذه الاستفسارات أريج أو لا فقط ذكر المعلومة واكتفى لطالما قال الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية بأنه يحاول تطوير دفاعات لرصد هذه المصيرات والتعامل معها يعني كان يقول هذا الموضوع هذا السؤال هو السؤال الأول في الإعلام الإسرائيلي بطبيعة الحال وأيضا بالمناسبة هذا السؤال طرحه أيضا المعارضة الإسرائيلية ووزراء في الإتلاف يعني قالوا كيف للجيش الإسرائيلي أن يفشل باعتراض هذه المسيرات وتشكل معضلة حقيقية للجيش الإسرائيلي لأنها تحلق على ارتفاع منخفض وأيضا تزداد من وعندما تحاول أن تناور الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول أن تحلق على ارتفاع أكل انخفاضا أيضا بما يتعلق بهذا الموضوع الدفاعات الجوية تستشعر أو تعتقد بأنها أسقطت هذه المسيرة في حين أنها لم تسقط المسيرة يعني هناك مناورة لهذه المسيرات وسلاح قوي جدا بالنسبة للدفاعات الجوية الإسرائيلية وبالنسبة للجيش الإسرائيلي حتى الآن السؤال الأول الذي يطرح في الإعلام كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يطور هذا الموضوع وحتى الآن الجيش الإسرائيلي حتى المنظومة الأمنية الإسرائيلية لم تقدم إجابات بما يتعلق بهذا الموضوع وهي تكتفي فقط بالقول بأنها تحاول أن تطور وتحاول أن تتدارس هذا الموضوع ولكن بطبيعة الحال الحقيقة بأن هذه معضلة حقيقية للجيش الإسرائيلي ومعضلة حقيقية إسرائيليا نتحدث عن مسيرات تبقى تحلق وتسرح وتمرح في الأجواء لمدة أربعين دقيقة وثلاثين دقيقة دون رصدها وعندما يرصدونها يفشلون باعتراضها من قبل الدفاعات ومن قبل المقاتلات أيضا وهذه المسيرات تستهدف تقونات عسكرية تستهدف أيضا منزل نتنياهو تستهدف مقرات استخباراتية نتحدث عن أن اليوم مثلا في إلياكيم عندما انفجرت هذه المسيرة التي طاردوها لمدة ثلاثين دقيقة وفشلوا باعتراضها ومن ثم انفجرت في هذه المنطقة هذه المنطقة تحتوي على المركز الرئيس لتدريب الجيش الإسرائيلي هذا المركز الأهم في الجيش الإسرائيلي وتم استهداف هذه المنطقة التي طالما كان هناك استهداف لهذه المنطقة من قبل الصواريخ صواريخ متوسطة المدى نحن نتحدث عن هذه المنطقة التي تقع في وادي عارف في الجنوب من حيفا أي أنه هذه مسافة كبيرة جدا بالنسبة لبعدها عن الحدود الإسرائيلية والآن هذه المسيرات تنفجر بهذه المناطق يعني نتحدث عن مسافة كبيرة جدا تفشل الدفاعات برصدها واعتراضها ومن ثم تنزل أو تسقط وتنفجر بأماكن حساسة جدا نتحدث عن تقونات عسكرية أيضا مقارات استخباراتية يعني ليست بالأمر الهيئي أبدا لا جغرافيا ولا حتى عسكريا وسياسيا تحليق لطائرات مروحية من طراز الأباتشي في سماء خليش عيفا تحسبا تحسبا لتسلل المسيرات من لابنان الأمر جلل في إسرائيل سأكتفي بهذا القدر زميلتي أريجا حاكروش مرسلة الغدمن تل أبيب شكرا أريج على هذا الكم من الإفادة شكرا